في إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 6211 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهمة تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتدعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب وقد أصفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قاضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهمة ونجح جهود أجهزة وزارة الدخلية خلال تلك الفترة في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانغو وضبط قرابة طنين من مخدر الحشيش كما تم ضبط أكثر من 390 كيلو جرام من مخدر الآيس ومع تواصل الضربات الأملية لمنع أغراق البلاد بالمواد المخدرة تم ضبط أكثر من 307 كيلو جرامات من مخدر الهروين وكمية من مخدر الاستروكس تزم قرابة 163 كيلو جرام وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تمكنت الأجهزة الأملية من ضبط 18 مليون و414 ألف و244 كرس مخدر لعقار الترامدون إضافة إلى 2 كيلو جرام من ذات المخدر كما تمكنت من ضبط 120 ألف و740 كرس مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وقرابة 38 ألف كرس مخدر لعقار الكبتاجون إضافة إلى 3 كيلو جرامات من ذات المخدر وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليارين و27 مليون جنيه وعلى صعيد التصادي لجرائم غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمال 147 مليون جنيه متحصالة من الإتجار في المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة